شك عدد من الناشطين البيئيين في العراق شكوا من استفحال ظاهرة رمي النفايات في الأنهر وبينوا أن حوالي خمسة ملايين قول متر مكعب من النفايات ترمى في نهراء دجلة والفرات يوميا بسبب نقص الوعي البيئي ولفت خبراء إلى أن العراق يفتقر لوجود مطامر صحية للنفايات كما أن أطنال النفايات اليومية تحرق في العراء ما تسبب بتلوث الهوى وانتشار الأمراض يما في المحافظات الجنوبية النفايات في العراق مشكلة عويصة بالإضافة إلى مشاكلنا السياسية ومشاكلنا بالمياه قلة من العراقيين يعرفون أن العراق يحط خمس ملايين متر مكعب يوميا في مياه دجلة والفرات يعني أهل البصرة بالفعل يشربون مي ملوث لا يوجد هناك وعي يعني هسا نشوفه بوين ما تروح هذه الشباية يشمك وين ما تروح العالم تشرب بطل مي والذب لا يوجد حتى جمع هذه النفايات في مزبلة على مود يتم جمعها ويتم طرحها في مطامر صحية في مدخل من الطريق السريع لسوق الشيوخ يوجد مطامر للنفايات الناصرية يتم حرق هذا الحرق يؤدي إلى تلوث بالهواء بالإضافة طبعا إلى عدم وجود وعي لجمع النفايات والتخلص منها بطرق حديثة لا يوجد في العراق مطامر صحي